يقول أنا أصوم شهر رمضان وأصلي ولله الحمد لكن عندي في نفسي أني أتمنى متى ينتهي شهر رمضان حتى يعني لأن يقول أتعب أنا عند إشكالات صحية عبدالوهاب يقول هل هذا يضر صومي؟ عبدالوهاب بارك الله فيك ومن الله عليك بالصحة والعافية وكتب الله أجريك ينبغي لك أن تزيح عن قلبك وعن نفسك مثل هذا التفكير وتحرص على أن تتنعم بهذه العباد أنت ولله الحمد رغم الإشكالات الصحية التي عندك كما ذكرت يسر الله لك الصيام والحمد لهذا أن تصوم ونحن استجاوزنا الآن ما بقي من الشهر إلا القليل ولله الحمد والمن فلذلك بارك الله فيك احرص على أن لا يدخل عليك الشيطان هذا المدخل النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه الفرحة التي عند فطره أن الله تعالى أحل له ما منعه حال الصيام من المباحات الطعام والشراب والشهوة فيفرح الإنسان بهان والفرحة الثانية عند لقاء ربه لما يرى عظيم الأجر المترتب على الصيام إيمانا واحتسابا فبارك الله فيك حاول أن تنتزع هذه الفكرة من بالك وأن تحرص أن تقول اللهم اتمم لنا بخير اللهم يسر لنا ما تبقى من صيام الشهر اللهم أعننا إنسان ضعيف يحتاج إلى يعانة الله عز وجل له سأل الله تعالى لك القبول موسيقى